الجدول الدوري اللي نمزجة معلومة البناء هنشوف دولهات الادوات المساعدة Enabling Tools هما تتشار اداب بشمعني كده ان هما تتشار اداب الزبط اللي اكتر واقل لقاهم جرة بس ذكر بعض العناصر اللي تساهل علي ان انا اذكرهم انه طبعا فيه ملايين الادوات اللي ممكن تساعدك طيب نبدأ باول واحدة اللي هي ال BT اللي هي BIM Toolkit ده برنامج مجاني لتحديد وقدارة وتحقق مساحة المسئولية عن تطوير المعلومات والتسليم في كل مرحلة ومراحل حياة الاسهولة Asset Life Cycle والادوات دي اتطورت او اتعملت علشان مصلحة دول الاحصاء بالولايات المتحدة على اساس تتأكد ان انت فعلا حققت مستوى ال BIM التاني تمام ده من ده من الادوات اللي هي المجانية واداة قوية يعني الناس عاملينها عشان تسهل عن الشغل تمام طيب اللي بعد كده ايه اللي اديه اللي هي مستوى التفصيل لنموذج في كل مرحلة المراحل للتسليم تمام او زي ما بقولك هو بش 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 حاجة ثابتة هونجورة بس يعني تسهيل اللي علينا ان احنا اه ده في حاجة احنا نسيناه واحنا بنتطبق ال BIM فتبدأ تنتبه وتقول اه ده دي النقطة دي احنا عادينا هتعمل بها شوية طيب في حاجة تانية بعد كده اللي هي LOI of information مصالح تفصيل في المعلومات احنا كده بنتكلم على المحتوى غير الرسومي اللي مكون النموذج خلال مراحل المشروع المختلفة هو بنتستخدم المصالح LOI اللي هو مصالح تفصيل في المعلومات بالتبادل مع مستوى دقة المعلومات لازم الادوات انت استخدمها تكون بتسمحلك بان انت دخل المعلومات بيدقة عليها تمام؟ طيب في ايه بعد كده؟ في بعد كده التصنيفات اللي هي Classification دي توزيع المجموعات والفات اللي بيتم انشاءها وفقا للعلاقات مشتركة في عدة انظمة بتصنى في الموضوع دوت من امثلتها امني class ده بتصنى في العناصر كلها بيسهل عليها اللي انا اعرف العناصر موجود ايه عندما يتعلق الامر بنامزاجة معنوات البناء التصنيف هو ترتيب منهجي للعنوين والعنوين الفراعية لجوانب اعمال البناء بما في ذلك طبيعة الاصول وعناصر البناء والانظمة والمنتجات يوني class 2015 نظام تصنيف موحد لصناعة الانشاء بالمماركة الممتحدة البريطانية بتغطي كل قطاعات البناء في جداول متاسقة لتصنيف العناصر من جميع المكاييس بمنشاء مستسيك الحديث وصول للمنتجات زي الكاميرا في محاصة السكر الحديث طيب بعد كده بنخش على حاجة اسمها CAFM اللي هي كمبيوتر ايد فسيلة منجمينت اللي هي ادارة المرافق من خلال او بمساعدة الحسوب ده نظام حسوبي بيدعم انشطة المطلوبة لدارة المرافق والنظام اللي هو الـ CAFM ده بيسمح المدير المنشأة براثد المطلبات التشغيل المبنى زي السهلاك الطاقة والإضاءة والأمن الى اخيره وإدارة استخدام المنطقة وتتابع مواقع الاصل والموادات واداة الوظائف الاخرى ذات الصلة خلال طور التشغيل الخاص باي مرافق إدارة المرافق من ساعدة الحاسوب هي احد فواد البناء فهو شجع نهج الحال كاملة لمشاريع البناء وان بغى توفر الـ البيانات التي يمكن تسليمها للمسؤولين عن ادارة المرافق فيه اداة البرمجات اللي هي الـ بيتوفر القدرة على ادارة وظائف المرافق والابلاغ عنها والتجبوحة والتخطيط لها وده بدور بيسمح لفريق المرافق ضمان استخدام اصول المنظمة بالكامل باقرة تكلفة ممكنة فضلا عن الادارة التشغيلية والاستراتيجية للمبنى وممكن ان ان انظمة الـ 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 ونماذج البن منظوم ادارة التشغيلية المحسوبية اللي هي CMMS فيه اداة اسمها كوست تولز اللي هي ادوات حساب التكلفة ادوات تكلفة يمكن لمنصات ان شاء البن ان تحسب تلقائيا الكاميات من العناصر والمجلات والاسطح واحجام الاصول والتصدير اللي جادة للبيانات لكن ما تقدرش تعمل تقدير تقدير للتكلفة وعدم ترتبط ادوات المستخدمة لتقدير الكمية وتقديرها بادوات تأليف بيم عبر مقاوات اضافية هذه المنطقة تقديرها على تطبيق الجزء لا يتجازل من المعلومات بيم في اداة الاقلاع هو فيه اداة زي نبي اس كوست تراكينج بيقدر يضيف التقييمات واداة تحليل العطاء واتبع تكاليف مرحلة البناء فيه ادوات البرمجة تستخدم ادوات البرمجة لجدوالة الاعمال واستخدامها من كبه المكوولين على مشروعها قبل ان نبدأ المشروع سوف نرى جدول الشغل ادوات الادارة ادوات الادارة ليس كل اداة فريدة من نوعها بيم يمكن المشاريع بيم يستفادة بسهولة من هذه النوع من الملفات الرقمية مثل ملفات pdf مثل ملفات excel مثل ملفات word كل حاجات دي يستفاد منها يعتبرها ادوات مساعدة طيب فيه ادوات الانشاء السورنج تولس ادوات الانشاء تسمى احيانا مناصلات البيم هي الادوات المسؤولة والمستخدمة عن تصميم وتوليد البيانات لاستخدامات المتعددة الناس اللي بساطة البرمجة دي هم المصممين فرق التحويل من التو دي للسري دي المولين من الباطن على رغم من وجود ادوات الانشاء عامة اللي هي بتغلط تأسيات الهندسة المعمرية انشائية وكهرومة كان لك على سبيل المسال تستخدم ادوات تأليف البرمجة تستخدم ادوات تأليف البرمجة مجموعة من رسمات ومعلمات تستخدم هذه الادوات خلال محلط تصميم طيب عايزين نشوف امثلا كده عندنا البرمج بتاع توتو ديسك و جرافي سوفت و بنتري و تيكلا امثلا كده دول اهم اللاعبين في هذا قطاعه اغلب الادوات تشغل بنفس الطريقة و لما تختار ادوات لازم تتفكر ادوات 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 رؤية النموذج و فحصه في ادوات متخصصة لكده زي اسي اي كاد زي بيم اكس دي دي اس فيوز دي دي اس كاد نفس وركس فريدم كل حاجة دي ببلاش اه سولبر موضل فيوور تيكلا بيم ست سيد ريبو اكسي بيم اكسي بلولر كل حاجة دي ادوات مجانية تقدر تشغل بيها عشان تتأكد من موضل بتاعك وتشوف الموضل بتاعك فيه ادوات ادارة المواصفات specification tools دي فيها معلومات رسومية و غير رسومية و مجموع من الوصائق المرتبطة بها ادوات المواصفات لا دور حاسن في تطوير المعلومات غير رسومية التي هتطور خلال الجدول الزمني للمشروع تطفر مجموع من ادوات المواصفات مع الادوات الاكثر تطورا اللي بتسمح لفريل المشروع بتنسيك المواصفات والتصميم باستخدام المكونات الإضافية او الإضافات اللي بتضيف الوظيفة دي لأداة نمزجة البيان مخاصة بك بعض الادوات بتسمح لك بنشر معلومات في نطاق من الرارة المختلفة والتقارير وتنسيكات الملفات مثلها مخصطات البيان زي كوبي طيب لو دخلنا بقى لأدوات التحليل analyze tools ادوات تحليل مع سروة من البيانات الرقمية ادوات التحليل باستخدام البيانات الرقمية ادوات التحليل باستخدام البيانات الرقمية بداية مجموعة من التحليلات في تصميم وتطوير الاصول في نقاط مختلفة خلال حياتها على سبيل المثال في الوقت الموقع المشروع ممكن نموذج الطاقة يديني اجابات لو احنا عايزين نشوف مستوى التوجيه او الشكل والاشغال ومطالبات الطاقة من الاصول الأداء الحراري تدفق الرياح مستوىات الإضاءة تدفق المشاه كل حاجات نمكن نقدر نعملها أغلب الأداء بتتكامل مع البرامج الانشاء في حاجات خاصة او اداءات خاصة اسمها فايل شيرينج عبارة عن ايه فايل شيرينج ديت اللي هي مشاركة البيانات والتعاون ده قلب كومان داتا انفيرومنت اللي هتوفر لي ان انا اعمل ادارة الوصائق هنقدر نجغل عدد من الحلول ادارة الوصائق ادارة الوصائق ده سهلنا ان احنا ان احنا عندنا بردن شاعر لصح المكتب ماشي انترد ماشي جهاز محمول ماشي الادوات ده هتسهل لفرق العمل ان هو يشارك المعلومات والعود والجدار الزمنية والمواصفات والتقارير والمعنوات النبوذج كل حاجات دي بتقدر تتحكم فيها وتقول مين اللي يقدر يفتح الملفات دي ومين اللي يشوفها ومين اللي يعدل فيها طيب دلوقتي بقى نخش على المصادر التعليم لو انت عايز تتعلم تروح فين طبعا تدخل على بيمة رابية هتلاكوا اللي انت عايز ان شاء الله طيب هو بلك اهم الحاجات بالنسبة للرسورس الاحساط تقارير بعد كده الفيديوهات بعد كده المتمرات والندوات في عندي المتديات والجروبات هتلاكى عندك السوشيال ميديا هتلاكى عندك المدونات البلوجر هتلاكى عندك الكتب الحمدلله في بيم عربية عملنا كتب كتير جدا خاصة بالبيم ولو انت عايز كتب اجنبية عندك البيم هند بوك كتاب تاني جرين بيم كتاب تالت كل كتب دي بتفيد ان انت تبع عندك معلومات حلوة عن البيم طيب لو احنا احنا اتكلمنا عن دجتال بيم او خطة رقمية المراحلة المشروع باللغة احنا احنا عندنا اكتر من مرحلة عندنا تقريبا 6 تمام مراحل اول حاجة للسراتيجية احنا متأكد بس من وضع السوء والاعمال ونتأكد ان شغلها هيكمل ان العمل نحق الهدف بتاحته بعد كده بندخل على مراحلات تانية اللي هي برايف اللي هي تطوير دراس الجدوى بعد ما عملنا مجاز للمشروع الاولي بنبدأ بقى نشوف ايه الأرشيطة الهمة والمتوازية عشان نطور ايه دراسة جدوى ونجمع فرير المشروع ونحدد من اللي هيكون شغال في المشروع ادوار ومسئولات كل طرف تبادل معلومات الأرشيطة دي بساعد ان يكون المفهوم والتعريف والتصميم منتج بقدر امكان هنضع التصميم اولي وفقا لمطلوات ملخص المشروع وفرير المشروع هيعمل كزا استراتيجية للمشروع ده هيأثر على حياة المشروع كلها وتصميم المفهيم طيب المرحلة بعد كده لتعريف المشروع هنبدأ بنحط تصميم المفهيم وتطور اعمال مصميم السين حتى تتم الانتاءة من تنصيقه واشمال ذلك معلومات عن تكليف والستراتيجية المشاريع وفقا لبرامج التصميم مرحلة تصميم هنبدأ نعمل تصميم فني وفقا لمصفوفة مسؤولية التصميم وبحلول نهاية هذه المرحلة هنكون انتهينا من جميع جوانب التصميم بعد كده هنخش بقى في مرحلة البناء والتفويد اللي هو المرحلة البلدنج اولاد فرق المشروع خلالها هذه الفترة تسهيل تسليم الناجح للمبنى تباشية مع برنامج المشروع وختم كل الحاجات المجادة في العادة بعد كده هنخش بقى الهند اوفر الانتهي من تسليم بعد كده نهاية المشروع نهاية المشروع نبدأ نقيم المشروع ونشوف اي معلومة كدفتنا بعد كده دي اهم من المصالحات المتعلقة بالبين مررنا عليها مرور الكرام ونتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط وشكرا لكم كلكم شكرا لكم